بساعة الخير زمان كانت ظاهرة النشالين في اوتوبيسات النقل العام منتشرة على نطاق واسع وكان اشهر طريقة للسرقة وقتها هي الالهاء ودي طريقة بتنفذها اتنين او تلاتة واحد يزنق والتاني يشق الجيوب او خناءة في الاوتوبيس وفوضى تنتهي بانك تحط ايدك في جيبك ما تلاقيش المحفظة وانا بصراحة ومع اليوم رقم 107 من الحرب العالمية على غزة شايف المشهد اقرب لعملية نشل في اوتوبيس العالم المزحوم بالازمات والمشاكل والضحية هي الفلسطينيين بس العصابة اللي بتسرق ارواح الشهداء في غزة والضفة عمالة تماطل والارواح بتروح واحنا مشغولين ومركزين على الخلافات جوة حكومة نتنياهو اسرائيل ثبتت قلة الحرب على متوسط 150-200 شهيد كل يوم وده معدل يسمح لها باستمرار الابادة والضغط على الفلسطينيين ولسه العالم غرقان في دم الشهداء مجلس الامن اللي بعد محاولات ومحاولات وفيتو امريكاني وتحفظ بريطاني اخد قرار محدش نفزه طيب ايه اهمية مجلس الامن اذا كانت قراراته مش بتتطبق اذا كان لسه الفلسطينيين بيموتوا من الجوع وسوق التغذية والبرد وقلت الدوى ايه اهمية قرار مجلس الامن اللي صدر من شهر واللي كان بيدعو لزيادة وانتظام المساعدات الانسانية واللي بعد مفاوضات ووقت ضايع وخنقات دبلوماسية وشد كرافتات انتهى الى لا شيء ايه اهمية انه يوقف جالنت وزير دفاع اسرائيل اتخنق مع نتنياهو وكان عايز يدخل مكتبه بالعافية وانه هدد انه هيجيب لواء جولاني عشان يسيطر على الوضع في مجلس الحرب ما هو جالنت هو نتنياهو ونتنياهو هو جالنت والخلاف ما بينهم هو الكلام عن مصير غزة جالنت هو وزير الدفاع اللي شايف ممارسات جيشه الارهابي وفي نفس الوقت مستمر في ارهابه وزير الدفاع هو مصدر كل الارهاب اللي بنشوفه من جنود الجيش الصهيوني وفيديوهاتهم وصورهم واخلاقهم الملحطة ايه اهمية ان العالم يشغلنا باخبار وجود خلافات جوة الحكومة الاسرائيلية وبين الحكومة ومجلس الحرب حصل ايه لما وزير في مجلس الحرب كان رئيس اركان سابق في الجيش الاحتلال طلع حاجة من نتنياه هو واسياساته ما حصلش حاجة خالص المجازر هي هي والدم الفلسطيني بيسيل شلالات والعالم قاعد بيبع لنا اخبار خلافات الصهيونة مع بعض بنفس نظرية خنائة النشالين في اوتوبيس مسحوم ايه اللي استفادوا طفل بيموت من البرد والجوع في المخيمات الفلسطينية واللي نايمين على الارض في المدارس من ان بايدن مأموص من نتنياه هو ما احنا شوفنا بعينينا نتنياه هو قاعد حطت رجل على رجل قدام وزير خارجية امريكا والوزير الامريكاني قاعد قدامه كأنه تلميص في حصة ومش حافظ الدارس ايه اللي هيتغير لو نتنياه هو خرج من الحكومة اذا كان اللي بينفسوه وبيعرضوه مش مؤمنين اصلا بحق الفلسطينيين في دولتهم العالم لسه متورد في الدم وما فيش حد صامد وبيقاوم غير الفلسطينيين اللي على الارض الفلسطينيين ومقاومتهم مش مستنين البيت الابيض يحدد مصرهم هي بالنسبة لهم متولة اكتر هما مش هيستأذنوا نتنياهو عشان يديهم تذكرة يبنوا بيها بلدهم فلسطين الفلسطيني عارف انه هو بس اللي قادر يهد المعبد على رؤوس الصهاينة هو اللي مقاومته للمحتل ضافت للمحتل الاف المعاقين صمودهم هو اللي حاز اقتصادهم صد اروات الفلسطينيين هو اللي خلى شركاء الحرب العالمية على غزة في فرنسا وايطاليا يسمعوا صوت شعوبهم ويغيروا لهجتهم العلنية في دعم الارهاب الصهيوني تمسك الفلسطينيين بارضهم وجزورهم هو اللي خلى العالم يعرف ان نتنياهو سايق الحرب والعالم كله لحسابه الشخصي وان امنه ومستقبله الشخصي اهم بالنسبة له من امن المنطقة والعالم المقاومة الفلسطينية اللي صنعت سلاحها باديها ودربت كوادرها هي اللي خلت جيش الاحتلال في حالة ارتباك لدرجة ان من كل خمسة جنود بيغرقوا في وحل غزة في جندي منهم بيموت بنيران صديقة يعني الخمس والاحتياط اللي صرحوهم هيستدعوهم تاني عشان الوضع السايق اللي هم فيه مية وسبع يوم مرد وجيش الاحتلال مش عارف يحقق اهدافه اللي علنها بمسح المقاومة وتحرير القسرة ومش بيعمل حاجة غير انه يقتل الاطفال والستات والمسنين ويهد البيوت فوق رؤوس اهليها مش بس كده ده كمان بيقتل اسراء عشان يخلص منهم من زن الاهالي بتاعتهم اللي مظاهراتهم واعتصاماتهم بقت حدث يومي في مدن اسرائيل وحوالين بيت بن يمين نتنياه ومكتبه الاخبار كتير جدا حوالين الحدث لكن على الارض مفيش حاجة بتتغير وفلوس المنظمات الصهيونية بتشتري مواقف صناع السياسة في العالم واخرهم نائب جمهوري اسمه مايك جونسون مايك جونسون اتحول له فلوس كتير قوي من منظمة ايباك اللي هي مركز قيادة الصهيونية في امريكا لان واحد من رجالتهم ده اللي كان وراء تسريع دعم امريكا الاسرائيل ب14 مليار دولار من فلوس دافع الضرايب الامريكاني وفلوس الصهيونة اللي بتقلب الباطل حق والحق باطل واقع احنا وقعين في فخ ودوامة وحلزونة اخبار ملهاش لازمة عن خلافات واخناقات مش هتغير حاجة على الارض الخبر الوحيد اللي يهمنا هو نهاية الحرب العالمية على غزة وبدء اجراءات اعلان الدولة الفلسطينية ده الخبر الوحيد اللي احنا عايزينه غير كده احنا في خناقة الاوتوبيسي اياه اللي هنفوق منها وندور في جيوبنا على فلسطين ومش هنلاقيها عشان كده بقول للعالم العربي والاسلامي اصحى لا يغفلوك بصر جديدة اهلا بكم